أجرى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني الرئيس المعين من قبل الصين للحوار الاقتصادي الشامل بين الصين والوليات المتحدة اليوخ محادثات مع وزيرة الخزانة الأمريكية جاني تيلين يوم الأربعاء في سويسرا وقد تحدث بصراحة عن التوافق الذي توصل إليه رئيسات دولتين في جزيرة بالي في وقت سابق وكيفية تنفيذه واتفق الجانبان على أنه من مصلحة البلدين وكذلك العالم بأسره أن تعزز الصين والوليات المتحدة التواصل والتنسيق في مجال السياسة الكلية والتصدي المشترك للتحديات الاقتصادية والمالية كما أعرب اليو عن قلقه إزاء السياسات التجارية والتكنولوجية للوليات المتحدة تجاه الصين وقال إنه يأمل في أن تنظر واشنطن في تأثير هذه السياسات على كلا الجانبين ترجمة نانسي قنقر